أهلا بحضراتكم من جديد ومكملين معاكم أخبارنا المحلية زي ما قلنا لكم كأس العالم لكورة اليد الفرق بدأت تستعد بقوة بدأت تدور على بطولات تشارك فيها وبدأت دول أيضا تنظم بطولات استعدادا لكأس العالم رقم 27 هتقام في مصر إن شاء الله من 13 إلى 31 يناير القادم فريق تونس الشقيق بقيادة سامي السعيدي هيشارك في بطول القطر الدولية أو بطول القطر الودية اللي هتتلاعب في الفترة من 25 إلى 29 ديسمبر منتخب تونس هيلعب 3 مطشات قوية هيلعب مع بطل أسيا اللي هو قطر وهيلعب أسبانيا بطل أوروبا وهيلعب الأرجنتين بطل أمريكا الجنوبية والحقيقة بطولة جيدة جدا واستعدادة لكأس العالم بس خلينا فكركم تونس وعد في المجموعة التانية هيكون معها البرازيل بولندا أسبانيا يعني أسبانيا اللي هيلعبوها في بطول القطر هيقابلوها تاني في المنديا الحقيقة البطولة دي مهمة جدا لمنتخب تونس الشقيق والحقيقة بتبقى فرصة جيدة أنت تتقابل فرقة من الفرقة اللي انت هتلاعبها في المجموعة دي ما بتحصلش كتير دائما أبدا الفرقة بتتجنب تلاعب بعض في أدوار يعني في مشاطة ودية قبل البطولات الكبيرة منتخب تونس طبعا بيضم معه أسامة الجزيري لعب النادي الأهلي المحترف واللعب التراجي السابق اللي انضم السنادي النادي الأهلي أسامة الجزيري مشارك مع الفريق وهيلعب معهم البطولة دي وخلينا دائما وكنا نتكلمنا عن أسامة الجزيري وخلينا دائما أقول لكم وفكركم أن صفقاتنا السنادي الحمد لله رب العالمين في الألعاب الجماعية والألعاب الأخرى صفقات هي الأكبر والأعظم في التاريخ خلينا نروح لخبر تاني خص انتخابات اتحاد كرة طائرة اتحاد كرة طائرة زي ما قلنا لكم أن فيه جات لجنة مؤقتة بكادة كابتن حسن حمدي قعدت كابتن أناسف سامح حمدي أخو أو شقيق الكابتن حسن حمدي قعد لمدة سنة دار الاتحاد أحمد عبدالدايم صوره الموجودة دلوقتي أو كابتن أحمد عبدالدايم كان مرشح نفسه رئاسة أو رئاسة الاتحاد المصري انسحب من انتخابات اتحاد الكرة طائرة كابتن أحمد عبدالدايم كان المدير التنفيذي لفترة اللي فاتت وكان من اللي كان جاب المدير التنفيذي أو كان عينه وكان الاتحاد اللي اتحل بحكم محكمة بقيادة الكابتن خالد ناصف سليم كان هو المدير التنفيذي واستمر لغاية ما جيه كابتن طبعا سامح حمدي ولكن تم استبعاده أو تم يعني اقصاءه من مدير التنفيذي رجع تاني ونزل سباق الرئاسة على منصب الرئيس اقدم وراء ترشحه ولكن هو فضل ان ينسحب من انتخابات خالص والحقيقة احنا كان عندنا برضو اخبار كده معينة ان السباق ممكن برضو يعني اعداد تقل ولكن دلوقتي الرئاسة بقت ثلاثة هم اللي بتنفسه في كابتن فؤد عبدالسلام كابتن شريف الشمرلي كابتن أحمد حميد الوسيمي كابتن فؤد عبدالسلام اعلن قيمته الحقيقة انا كنت شفتها وايضا كابتن شريف الشمرلي اعلن قيمته انا كنت شفتها ولكن الحقيقة كابتن أحمد الوسيمي الحقيقة ما تصادفش قدامي قيمته ما عرفتهاش ولكن هم دول التلاتة اللي يزير رئاسة بقوائمهم كل التوفيق طبعا لكل المرشحين ونتمنى ان شاء الله طبعا التوفيق للكرة الطائرة والمجلس اللي هيجي ده هيقعد سنة لغاية الولمبيات اللي جاية وبعد الولمبيات هيحصل انتخابات من جديد عشان يتم اختيار مجلس جديد لمدة اربع سنوات طيب هنروح للجودو خبر مهم انتو عارفين الجودو من اللعبات المهمة جدا جدا بالنسبة لنا في الألعاب الأولمبية اتحاد الأفريقية للجودو اعلن اقامة بطولة أفريقيا للكبار بشكل رسمي في الفترة من 17 ل 20 ديسمبر القادم وفي نفس الوقت قرروا إلغاء بطولة الناشئين والشباب بسبب تفشي كورونا هم هيعمل البطولة المهمة البطولة اللي هتضيف في التأهلات واللعيبة اللي راحها أولمبيات منتخبنا مع عسكر دلوقتي في أذربيجان استعدادا للبطولة دي البطولة دي مهمة عشان الأولمبيات والتحاد الأفريقي قال لك ألعب الكبار الشباب والناشئين والناشئات مش مهم لأنه ما عندهمش ارتبطات فأنا ما هش لازم أعملها عشان أقلل الأعداد وأقلل الدنيا عشان إصابات والكورونا والكلام ده كله خلينا أقول لكم ان الفائز بالمركز الأول والمديلية الزهبية هياخد 700 نقطة في تصنيف العالم واللي بيتأهل منه 12 لعيب لاعب ولاعبة للأولمبيات بس بحد أقصى لاعب واحد للدولة الوحدة في الوزن الواحد فالحقيقة لو ان شاء الله مصر نجحت بشكل كبير هيروح لعيبة كتير جدا عندنا من الجودو في الأولمبيات وده هيدينا يعني أولوية كبيرة أو هيدينا فرص كبيرة أن احنا ناخد مديليات في الجودو كل التوفيق طبعا للتحاد الجودو نفسنا الحقيقة نعدي نكسر خمس مديليات في الرقم اللي احنا عملنا قبل كده بحصلنا على خمس مديليات أولمبيات عايزين نكسر الرقم ده ونعدي 7 و 8 و 9 أولمبيات وترتيبنا في الجدول اللي اولمبي يبقى عالي أو مترتيب متقدم في أولمبيات توكيو ان شاء الله طيب هنروح لألعاب القوة ألعاب القوة الحقيقة زي التنس عندهم دوري ماسي عالمي بيبقى فيه جوالات زي ما الجراند سلام في البطولات التنس فيه بطولات معينة كبيرة كده بتلاقيها في زي رولانجا روس زي بطولة لندن زي بطولات كتيرة كده بتبقى جراند سلام في التنس نفس الكلام بالنسبة لألعاب القوة اسمها بطولة طبعا الدوري الماسي أعلنت إدارة الدوري الماسي لألعاب القوة جدول لقاءات 2021 وده بعد ما تأثر الموسم 2020 بتفشي فيروس كورونا وتقامت فيه بس 8 جوالات فقط ووضحت إدارة الدوري الماسي في بيان لها أن هذا الجدول هو جدول مؤقت لأنه طبعا وارد يتغير في أي وقت حسب الوضع الصحي العالمي وأوضح البيانة الدوري الماسي للاتحاد الدولة لألعاب القوة هدفهم وتقديم منافسات قوية ومتميزة ولكن في نفس الوقت المحافظة على صحة اللاعبين وسلامة الجماهير والرياضية ومن المنتظر أن تفتتح منافسات الدوري الماسي يوم 23 مايو المقبل 2021 وهيكون في مدينة الرباط المغربية وبعد بأسبوع هنخش على الدوحة يعني هقول لكم الجدول الجولة الأولى الرباط المغرب 23 مايو ده أول جولة في الدوري الماسي العام القوة الجولة الثانية في قطر يوم 28 مايو بعدها بأسبوع الجولة الثالثة روما إيطاليا 4 يونيو عندنا الجولة الرابعة أسلو نرويج الجولة الخمسة ستوكهولم في السويد 4 يوليو الجولة الستة موناكو 9 يوليو الجولة التسعة لندن بريطانيا 13 يوليو الجولة التامنة شنهغاي الصينية 14 أغسطس الجولة التسعة يوجين يوجين روليات المتحدة 21 أغسطس الجولة التسعة اول عشرة مدينة تحدد لاحقا في الصين يعني مدينة هتبقى في صينة ولكن هتحدد لاحقا الجولة 11 لوزان سويسرا الجولة 12 باريس فرنسا الجولة 13 بروكس البلجيكا الجولة 14 زيوريخ 14 جولة في دوري الماسي الألعاب القوة حقيقة وعايز أقول لكم في السنة اللي فاتت في 20 أشياء تلعب 8 بس طبعا عشان فيروس كورونا وجدير بالذكر أنها طبعا عندنا إيهاب عبد الرحمن خد دهبية الدوري الماسي 2016 الجولة اللي تلعبت في أمريكا في رمي الرمح وسجل 87 من 100 وإيهاب عبد الرحمن لاعب النادي الأهل